شروط الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم شروط الصلاة للسعة الإسلام والعقل والتمييز والترفيع والحديث وإزالة النجاس وستر العورات والدخول الوقت واستقبال القابلة والناية والناية الشرط الأول الإسلام وضح للكافر وقال الكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل والدالي قوله تعالى وما كنت وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله جاهدين على أنفسهم على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار وفي النار هم خالدون قوله تعالى وقد تمن إلى من إلى ما عملوا من عمل فاجعل فاجعل أباء منثورا الثاني العقل ووطده الجنون والمجنون مرفوع عن القالم حتى يفيق والدليل الحديد رفع القلم عن ثلاث رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يستيقظ والمجنون حتى يفيق والصغير حتى يبلغ الثالثة التمييذ وضبو التصغير واحدة سبع سنين ثم يو مر بالصلاة قالوه صلى الله عليه وسلم مر ابنكم بالصلاة السبع وضربهم عليهم العشار وفرق بينهم في المطاجع المطاجع تفرق بينهم في المطاجع الشرط الرابع ال رفع رفع الحديث وهو الوضو المعروف وموجوب الحديث الإسلام والقاع والعقل والتمييذ والمين والإس 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 والحديث هو بحديث بكم ابن حتى تتمتها ونبط واستمتع الأوراق إلى البشر البشرية والدخول وقد على حديث دائم لحظ الشرط الخامس إزالة المجاس من ثلاث من النهبد والثموب والبقارع والدليل قوله تعالى وثيابك سترى العورة اجمع هنيا اي عمل الدليل قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ولا اي عند كل صلاة الشرط السابع الشرط الثامن استقبال القبلة القبلة والدليل قوله تعالى قد نريد تقلب وقد نرى تقلبك في السماء فلا نولي فلا نولي قبلتك التي كنت فلا نولي قبلتك ترضى فلولا جاء وجاك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لألا لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني وليؤتم نعمتي عليكم ولعلكم تشكرون